صباح الخير مشاهدينا نحن موجودين بعرتز هالضيعة الصغيرة بقضاء البترون الصديقة للبيئة بصفر نفايات كيف خلينا نتعرف سوى نحن والصبيه جيسيكا الحكيم اللي هي صاحبة هيد المبادرة واللي عم بتتبعها من الأول للأخير صباح الخير جيسيكا أهلا وسهلا فيكم بضيعتنا يعني جيسيكا تعرفنا عليك بالزراعة العمودية كمان صديقة للبيئة وهل عم تعرف عليك بهالمبادرة الحلوة اللي قدرت تنجح وتصير الضيعة بصفر نفايات خبريني أكتر صحيح هيد المبادرة أطلقها هو شبيبة هيد الضيعة وبمساعدة أهالي هالضيعة فقدرنا بفترة كتير قصيرة أنه نحن نحول هالضيعة الصغيرة لصفر نفايات شو يعني صفر نفايات؟ يعني كل نفايات هالضيعة معالجة وعم تتحول لمستوعبات مخصصة لأله كنا عم نحكي أنه كان عندكم سهرة ومن بعد هيد السهرة كل النفايات تم جمعة مثل ما عم نشوف بيئ الأكيس بعدسة زميلنا توني كيرلوس هوني خبريني أكتر كيف تم جمعة وحتى حتى شباب الضيعة هني قاموا بجمعة وضبة هيك؟ صحيح نحنا حبينا نعمل سهرة هالضيعة بتشبه وجر ضيعتنا البيئي والحلو وتنكمل نحن هالمشهدية الحلوة فقررنا من خلال تنظيم سهرتنا نكون أساس أنه نحنا نفرز مخلفات هالهالسهرة وبالتالي نحنا حولنا فرزنا البلاستيك واحده والأزاز والكارتون وتركناه أنتا نقدر هيك نشوف هالمشهدية أنه هالضيعة الصغيرة وبهالسهرة الصغيرة قدي عملت مخلفات نفايات فهون ضروري نزيد الوعي أنه نحنا ضروري بكل سهراتنا أنه نكون نحنا عم نعالج نفاياتنا ونفرزها إذا كنا عم نحكي كمان عن المستوعبات هالمستوعبات قد هي كمان مصنعة من البلاستيك المعاد تدويره خبريني أكتر عنه قديش عم بتوفره كنت عم تقوليني قدي عم بتوفره أيضا بي يعني عم بتساعده البيئة بخلال هالمبادرة هيدا هو الملفت بهالموضوع بهالكانسفت أنه هالمستوعبات مصنوعة من الإيكوبورد أو ألواح معاد تدويره من البلاستيك فهالمشهد اللي عم نشوفه من المستوعبات هن مستعملين يعني أكتر من 2 طون من البلاستيك وتحولوا لمستوعبات وبالتالي بمجرد ما تحولوا لمستوعبات للفرز هالمستوعبات بالسنتين بهالضايعة الصغيرة قدرت أنها تفرز حوالي 2000 كيلو من البلاستيك وبحوالي 2500 كيلو من البلاستيك و2000 كيلو من الأزاز وقدرنا نحمي 14 شجرة من خلال فرزنا أكتر من 1000 كيلو من الكرتون يعطيكم ألف عافية وكنا عم نحكي قلتي لهولي البريقل على الأرض إذا فينا نحملهم والكبية هولي مصنوعين من أنانبيرا مع التدويرا مزوط كل الأزاز يلي نحنا منفرزوا بهالضايعة بيتحولوا للجلاس بلورز أو هالحرفة يلي بلشتها نفقدها بلبنان لنافخين الأزاز فتخيلوا أن هالكبية وهالبريق تحولوا من أقنان البيرة فقدامهم الفرز أنه هو عن جد مورد ومصدر رزق كتير مهم وقدرين استفاد منهم جيسيكا أود إليك يعطيك ألف عافية نحنا مكملين معك بس عم نشوف أنه فيه هنا سيدة كمان عم تهتم بي عم بتكب النفاية بمصباح الخير خبرين أكتر عن هيدا المبادرة أدي أخدت وقت معكم بالضايعة تتقبلوا فكرة الفرز يعني فيه ديع ما عم يفرزوا مع أنه نحط له المستوع بيت أول شي صراحة كانت مزعجة لأنصر نحط النفاية مع بعض نحط بساطل تاني بس بعدين تعودنا لأنه طلعي الكنسبت كتير هايين ساطل واحد منحط فيه كل شي بلاستيك وكارتون وزاز والتاني لمخلفات بقايا الطعام والكليناكس المجوي هاو دي كي بينكبو تحت بالكمبوستر وكل شي هيكي منحطه محلو فتميين جوه مع بعضون مثلها لأن البلاستيك رام نجرب نحطه مع البلاستيك وكمانا كل شي الكارتون مع الكارتون فمنجرب قدمة فينا نخفف زبالة عنا بالبيت وهيكي مثل ما قال جيسيكا عم نستفيد أنه عم نحافظ على الطبيعة وزبالتنا مش عم تتكوم إذا لحظت ما في عنا مستوعبات نفايات مكومة عليها زبالة وحشرات وروايح بشعة فكل شي عم بيكون محلو وهيدا الشي كتير حلو والشي اللي عم تعمليه كتير حلو أنه جاي ببنتك معك كمان كرميل تهتم بهالموضوع وتتعود من هي وصغيرة على فرز النفايات نحن جيسيكا بدنا نتابع معك وبدنا نرجع ننزل تنشوف تحت النفايات العضوية اللي بيتم شيلة كيف بتتحول من نفايات عضوية لتصير تراب وكمبوست جاهز للاستعمال خلينا ننزل تنشوف جيسيكا نحنا وصلنا على الكمبوستر محل ما بيتم وضع الطعام اللي نحنا مناكله النفايات العضوية المنقلة اللي بتتحول لتربة اخر شي وبتصير كمبوستر رح نشوف مراحلة بالتدرج خبريني اكتر عن المرحلة او شا عم نشوف قدامنا هلأ صح من بعد ما كنا بمرحلة الفرز النفايات الصلبة نحنا هلأ قدام كمبوستر يلي هون منحول فيها كل شي نفايات عضوية الكمبوستر والملفت بالكمبوستر انو هي ايضا معمولة او مصنوعة من اعادة تدوير البلاستيك ومستهلك حوالي طون ونص من البلاستيك اذا بتحبوا تشوفوا كيف هي بتصير المراحل اكيد بنا نشوف المراحل هلأ هوني نحنا شو في عنا اوكي تعرفكن اكتر هايدي فيها توكمبارتمنتز يعني اول مستوعب فينا نقول نحنا هوني منحط كل شي نفايات العضوية يلي من مخلفات البيوت منعبي اول كمبارتمنت وتكن تنتلي تلفو ونحنا منعف انو الاكل بدو حوالي ثلاثة شهر تكرمالي تحول لسامد فبس ينتلي اول كمبارتمنت منسكره لمدة ثلاثة شهر ونرجع منشوف كمان المرحلة التانية شو بيصير المرحلة التانية هون راح تفرجينا المراحل دو زيرو لا تصير كمبوست جاهز للإستخدام والزراعة من بعد ما عبينا الكمبارتمنت وتركني تلت شهر صار نحنا قادرين نفتح هالبيب ونستخرج منهم هالكمبوست يلي راح يغزي تربتنا بس هلا راح فرجيكم دوزيام او تاني كمبارتمنت يلي راح نشوف مراحل الكمبوست كيف تحول الاكل لطراب وفوق كيف بعده الاكل متل ما هو كتير مهم هالمشهد يلي عم شوف واعي كتير كبير انه اكلنا كيف عم بتحول لتربة قادرين نغزي فيها او كومبوست قادرين نغزي فيها تربتنا صحيح متل ما زكرتها هالمشهد بده واعي عند العالم عم كرميل عن جات تعرف القيمة ديسيكا يعني هلأ هون شفنا هود المراحل اللي بيمر فيها اخر شي بس يتم فتح الكمبوستر بيصير عنا هيدا التربة هيدا هو احلى مشهد يلي هو الدهب الاسود اللي منقلو يلي بيغزي فيه تربتنا هيدا هو عم شوف اكلنا يلي عم نكبو بطريقة عشوائية لا قادرين نستفاد منو يكون مورد كتير مهم انو نحنا نحاولو لكمبوست ويكون هالمشهد الحلو اللي عم شوف قديش فيه نسبة غيزة للزريعة اذا بدنا نحطو هيدا بيكون فيه نسبة اعلى من التربة العادية طبعا نحنا تربتنا بحاجة دايما لغيزة والغيزة بيجي هو من مخلفات الاكل وحسب كمان شو هي تشكيلة مخلفات الاكل يعني نحنا بهالكمبوستر يعني حتى منجيب مخلفات الدبايح منجيب مخلفات المسامك يعني تنغذي من السمك واللحم والاكل يعني قادرين عن جد قد ما فينا نغذي فيهم يعني جيسيكا بدأي لكم يعطيكم الف عافية هيك وإن شاء الله بتضلك بها الهمة بهمة النشاط البيئي اللي هيك بحصو نفسك إذا فينا نقول آخر شي شو بتحب تختمي وتقولي بعد هالتعب الكل اللي عم تتعبيه يعني حقيقة بتشوف هالمشهد النتيجة بنسى كل التعب وفخورة كتير بضيعة صغيرة يلي قدرت تكون منارة كتير كبيرة باللعبواعي البيئي اللي عندها يا وأكيد بواعي أهلة وشبابة هي أهم شي وأكيد نحنا بدن نستثمر بالجيل الجديد اللي شفناه هلأ نحنا تقريبا هالضيعة الصغيرة قدرت تحول خمسة طون من البلاستيك لبنس لكمبوستر لحتى الزراعة العمودية وبالتالي درنا نخلق أحلول موجودة يعني نحنا الحال موجود سألوا الأستاذ زياد أبي شاكر يلي هو صاحب معامل مع علاج النفايات بالبنان وهو صاحب هالابتكار قالوا لكيف نحنا قادرين نحنا نعالج أزمة النفايات يلي عم نعيشها أم قالوا one village at a time بضايعة بكل مرة إذا قادرين بكل ضايعة نعالج نفاياتها فقط قادرين نحنا سوى نكون عم نعالج هالأزمة النفايات اللي عم نعيش جاسيكا إن شاء الله كل الضيعة بتمشي بتاخد هالخطوة بتقوم فيها وإن شاء الله لبنان كله بيضل حافظين على خداره وعلى نظافته وعلى هالسروة البيئية اللي عنا إياها مشاهديننا هيدا كان كل شي من عرتز برجع لأقلكن على الستوديو اشتركوا في القناة